اشتركوا في القناة وقال الأمير الذي تحدث في بداية مراسم افتتاح دور جديد للمجلس الشورى القطري إن حكومته تستعد لانتخابات المجلس وإن التشريع اللازم لذلك سيكون جائزا في عام 2018 وشدد الشيخ تميم على أنه نعرب عن استعداداتنا للتسويات في إطار الحوار القائم على الاحترام المتبادل للسيادة والالتزامات المشتركة ولكننا من ناحية أخرى ندرك أن المؤشرات التي تردنا من دول الحصار أنها لا تريد إلا التواصل إلى حل وأضاف أن دول الحصار وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر مارست ضغوطا ونشرت الشائعات والإفتراءات ضد استدافة قطر كأس العالم 2022 ممتنون لكم على المشاهدة؟ سنكون سعدا كثيرا إذا ما ضغطتم على زر الاشتراك واللايك للفيديو ومشاركة الخبر مع أصدقائكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة